السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة في الفيديو ده يا اخوانا هتكلم عن معاناة بعض اخواتي العرب بمن فيهم اخواتي المصريين بكرروا بقول البعض مش الكل ما بقلش احترامي محد بقول البعض بعض اخواتي العرب والمصريين للأسف الشديد لقيت انه هم بيعانوا من عقدة الامريكان لما يجي يتكلم عن الامريكان هتلاقيه مقتنع قناعة تامة انه هم احسن منه رغم ان الامريكان هم عبارة عن شعب مكون من كافة شعوب الارض فانا مندهش من العقدة اللي عند بعض الاخوة تجاه الامريكان وانه هو هتلاقيه مقتنع انهم احسن منه يعني ولما هتلاقيه بيقول كلمة دول امريكان بيقولها بلهجة تعظيمية بصوت تعظيمي فالمسكين مش مقتنع انه زيه زيهم يعني انهم بشر زيهم زيه فياخوانا الناس اللي بالشكل ده يعني انا اطالبها انها تشتغل في خدمة العملة مثلا لو انت اشتغلت في امريكا في مجال خدمة العملة هتلاقي ان الناس هتلاقي زباين ايوه في زباين اسكية وفي عملة اسكية بس في عملة يكرر السؤال عليك حرفيا عشرين مرة عشان يفهم الاجابة يعني ناس كتير عندهم مشكلة فلو كان الامريكان اسكى منك يعني هم ليه بيكرروا السؤال اشتغل في خدمة العملة واسأل نفسك السؤال ده الناس دي ليه في منهم كتير بيكرر السؤال عشر مرات لو هم احسن منك وبالزكاء الخارق اللي جنابك متصوروا لو هم ناس احسن منك طب ليه ما عندهمش شطفات في المراحيض لو هم ناس احسن منك ليه في منهم اكتر من اتنين مليون شخص في السجون ولو هم احسن منك ليه في منهم اكتر من ستمائة الف متشرد طبعا ما تفهمونيش غلط انا لا اتعالى على المتشرد وفاهم ان المساجين فيهم ناس ابرياء ممكن اي حد في امريكا فعلا يتسجن وهو بريء في اي لحظة دي حصلت والكلام ده موفق بحقائق يعني بس مش ده موضوع الحلقة وبرضو ممكن في اي وقت في امريكا تبقى متشرد وده واقع يعني ما يقدرش ينكره حد بس انا مش بس انا يعني ايه هنا بخاطب الشخص اللي هو العربي اللي مقتنع ان الامريكان احسن منه انت شخص مسكين جدا يا جماعة يعني ولما ييجي يتكلم عنهم يتكلم عنهم بنغمة صوت تعظيمية فافكر هذا الشخص ان لا الامريكان مش احسن منك ولا حاجة ولو مش مصدقني اشتغل في مجال خدمة العملة عشان تكتشف بنفسك درجات الزكاء بتاعتهم عشان تصدقني لما بقولك ان مش كلهم اسكية ولا كلهم عبقرة زي ما انت فاهم لا انت تصورك خاطئ وتقدر تتحقق من صحة ذلك الكلام بنفسك وطبعا في خلال كل الكلام ده انا ما بهنش حد انا بس بخاطب الشخص المنبهر زيادة عن اللزوم بالامريكان ما تخليش انبهارك ببلد معين يخليك تقدسها وتقدس الناس المواطنين اللي فيها التقديس للبشر ده حاجة غلط ارجو رسالتي تكون وصلت للناس والناس تكون فهمتها اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة